مشاهدينا الثامنة صباحا ومعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شارفة فضاليا دينا شكرا لك جومان الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الاتصالات المصرية لإحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن ذلك جاء خلال متابعة الرئيس السيسي للموقف العام للأحداث من خلال مركز إدارة الأزمات الإستراتيجية وذلك في ضوء تدورات الأوضاع في قطاع غزة كما حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من خطورة ترد الموقف وإنزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكران حيث تناول الاتصال التشاور والتنصيق بشأن جهود وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأكد متحدث الرئاسة أن رئيسين أعربا عن القلق البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث مع التجديد على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وذلك بهدف احتواء الموقف والحيلولة دون إذهاق المزيد من الأرواح وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي أشار إلى قيم مصر باتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل احتواء التصعيد الراهن طلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء جمهورية العراق محمد شهيع السودانية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنه جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع الجارية في المنطقة إلى جانب سبل دفع وتعزيز أطر العمل العربي الجماعي كما تمت مناقشة الجهود القائمة لتعظيم التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مستوى المجالات الاقتصادية والسياسية كافة خاصة عن تضييق تعزيز الأليات القائمة ومنها التعاون الثلاثي مع الأردن وكذلك من خلال مؤتمر بغداد للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي طلق وزير الخارجية سامح شكر اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين تناول التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلية وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن محادثات الوزيرين ركزت على ضرورة الدفع بمواقف دولية منصقة لحث الأطراف على تغليب مصار التهدئة وكذلك أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنأي عن التصعيد الأمني وشدد شكري خلال الاتصال على ضرورة أن يظل الهدف الأسمى للمجتمع الدولي هو تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل دولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وجهت وزارة الخارجية والمختربين الفلسطينية مندوبتها دائما لدى جامعة الدول العربية لطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري يأتي هذا في حين وصلت حصيلة الشهداء جراء العضوان الإسرائيلية المستمرة على قطع غزة إلى أكثر من 232 شهيدا و1697 جريحا منهم حالات وصفت بالحرجة والخطيرة قصفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي شاطئ بحر مدينة غزة بعشرات القضائف وأوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا أن انفجارات ضخمة دوت نتيجة قصف بحرية الاحتلال لشاطئ غزة وكانت تائرات الاحتلال قصفت مسجدين في بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة وفي خانيونس جنوبه وقصفت سبعة منازل في مناطق مختلفة من القطاع إضافة إلى قصف وتدمير برج فلسطين من بحي الرمال غرب مدينة غزة وتحويله إلى كومة من الركام أعلنت توزارات الدفاع الروسي أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت ودمرت صاروخين أوكرانيين مضادين للطائرات على شبه جزيرة القرم وأوضحت الوزارة أن كيف حاولت شن مواصفته بهجوم إرهابي بصاروخ مضاد للطائرات من دراز السمائتين على القرم مضيفة أنها رصدت الصاروخ الأوكراني ودمرته في الجو ختم مجزء الثامنة فاصل ونعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مواصر ترجمة نانسي قنقر